عزيزي المشاهدين في كل بيت عزيزي المشاهدين في كل مكان النهاردة هنتكلم في حلقة جميلة جدا وهي اكسار الروزميري مين فينا ما يعرفش بس الروزميري او اكليل الجبل حلقة مهمة جدا هناخد طريقة الاكسار بالتفصيل للتفصيل وهنتكلم في كل حاجة عن الروزميري حلقة مهمة جدا اوعد روح في اي حد وارجع للكم تاني اصدقاء العزاء فحلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن كل حاجة بالتفصيل عن نبات الروزميري او اكليل الجبل او حصى اللبان طبعا نقدمكم الشجيرة بتاعتها شجيرة طبعا عشان هي لا تتعدى المتر المسافة بتاعتها او الطول بتاعها مستدمة الخضرة يعني تماما بتوقعش ورق في فترة الشيطة طبعا احنا دلوقتي بناء خضع العقل احنا هنقصرها عن طريق العقل الطرفية والعقل الوسطية بس بحاول خد العقل اللي هي مش متخشبة اوي اللي هي العقل اللي هي بتكون عمرها حوالي سنة او اقل لان هي دي اللي هتشتغل معانا كويس هنقع عشان نعمل العقل بتاعتنا مثلا ممكن نعمل العقل 7 سنتي 10 سنتي 15 سنتي يعني تنفع لكل المسافات اللي احنا قلناها دي او كل المقاسات اللي احنا قلناها اذا كانت 7 سنتي او 15 سنتي او 10 سنتي وهنا انا بشاور ان العقل ممكن اعمل للعقل الطرفية وممكن اعمل الجزء اللي تحت اللي هو العقل الوسطية طبعا انا هنا عملت خلط التربة خلط التربة عادية خالص بحيث ان انت ممكن تخلطها برملة التربة العادية بحطيت شوية اسمدة يعني مثلا شوية هيوميكاسد شوية سوبر فوسفات شوية جبس زراعي بحيث ان انا ايه وبخلطها بالتربة بحطيت تنميات بسيطة خلص بحيث تبقى التربة فيها شوية عناصر غزايا طبعا الناس اللي هتعمل مسافات كبيرة للفدان يعني مثلا بتاعك 20 متر مكعب سمد بلدي او كنبوست زراعي معاك 300 كيلو جرام سوبر فوسفات بحيث ان ايه تغزي التربة بقى بتاعتك لو انت عايز تزرع في بقى الفدان ذات نفسه الفدان بيحتاج حوالي كده من 20 ل 25 الف عقلة ده للفدان طبعا هنا بزبط التربة بحيث تبقى خفيفة والجزء الحصل باقي انا بحطه كده ايه في قاع القصيس من تحت سؤال مهم طبعا لازم تسأله لنفسك طب انا امتا اخد العقل دي العقل دي او امتا انفذ الطريقة دي معاك وقتين الوقت اللي هو بتاع شهر ستمبر واكتوبر اللي هي اللي احنا داخلين على العروة الشتي وبعدها واللي هو الوقت بتاع فبراير ومارس ولكن الوقت بتاع ستمبر واكتوبر بيكون ممتاز جدا في عملية التعقيل اللي هي اللي انت خلاص داخل على فصل الخريف الوقت ده بيكون ممتاز جدا لان انت بعد كده العقل هتنجح والجو بيكون مناسب وفي نفس الوقت يدخل عليك الشتاء فيبقى فيه رطوبة كويسة ونسبة مية كويسة عن طريق الامطار لكن انت لما تعمل عملية التعقيل دايما في شهور المارس وابريل فانت طبعا الوقت كويس ولكن يدخل عليك الحر بعد كده ممكن النباتات تتأثر فعشان كده دايما النجاحات شهر ستمبر واكتوبر في تنفيذ عملية العقل بيبقى ممتاز جدا طبعا انا حضرت التربة بتاعتي والقصايز بتاعتي دلوقت انا بزبط العقل بتاعتي بحيس ان انا عشان اقدر ان انا ازرع طبعا اللي انا هعمله قدامكم ده هيبقى فيه حاجة خطأ والحاجة الخطأ دي انا قصد ان انا نعملها عشان برضو تكون عارف الصحة من الخطأ ان انا هسيب شوية ورق في العقل اه المفروض اسيب شوية ورق بس مش بالكمية دي لازم اشيلك ورق كتير من العقل بحيس يدوبك يبقى فيه خمس ست ورقات فوق بس لكن ايه لكن ما سيبش كمية الاوراق اللي في العقل طبعا زي اللي قدامك كده عشان الاوراق الكتير اللي بتكون موجودة في العقل دي هتجهد لي النبات لان انا الفترة دي انا عايز النبات يجدر انا مش عايز مجموع خضري انا عايز النبات يطلع جدور من تحت وبعدها تزرع العقل بالمنظر ده وبعدها طبعا بيتم الرأي انا هعملكم طريقة دلوقتي وعملكم الطريقة برضو صحيحة تانية بحيس ان هي تشجعلك اكتر على عملية التجدير وطبعا زي ما انتم عارفين ان النباتات الروز ميري او اكليل الجبل من النباتات دلوقتي الجميلة جدا اللي بتستخدم في المطابق بتاعتنا والتوابل وطبعا بتدخل في استخدامات طبية لعلاج الكحة واضرار البول وطرد للغازات بيستخدم طبعا ما حدش يقدر يستغنى عنه دلوقتي من النباتات الممتازة جدا اللي بتتحمل الجو يعني انت لو يعني مثلا مرة او ما روتهاش مثلا لمدة عشر تيام برضو بتلاقي النبات سابت متحمل جدا للامراض يعني ممتاز جدا معاك تقدر ان انت تستفيد به لحاجات كتير الوقت ما انت تعوز تستخدم الجزء اللي انت عايزه بتقطع من النبات الجزء اللي انت عايزه بتستخدمه للمطبخ عايز توزع بقى لاي حد هتوزع خلاص انت معاك نبات لما بيكبر بيبقى عامل زي الشجيرة طبعا احنا دلوقتي بنغضي الشتلة لان انا بحاول احافظ على نسبة الرطوبة بتاعت الري وطبعا العقلة دي بتبقى عاملة زي الطفل الصغير كل ما تحاول تحافظ عليها كل ما يكون افضل يعني حاول حطها في مكان مظلل شوية بشمس صغير مباشرة في البداية وبعدين تبقى تطلعها الشمس مغربلة تعالوا بقى معنا للطريقة التانية عشان نصرع من عملية التجدير وتكون افضل هنعمل حاجة زي هرمون تجزير عن طريق الصبار طبعا فيه انواع هرمونات تجزير تانية احنا اتكلمنا عنهم في بداية حلقاتنا في القناة عملنا تلات حلقات على هرمون التجزير اللي طبعا من ضمنها العسل بالقرفة لو عندك عسل بقرفة برضو تقدر تعملها وتحط العقلة فيها كده وتغرزها في الطربة وطبعا دي كمية الاوراقة هي في العقلة ليلة وبعدين تروي وتحط الازازة البلاستيك وتحطها في مكان فيه شمس غير مباشرة وكده اشكرا معك كل حاجة عن الروزميري وكل التفاصيل بتاعته والتركات اشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة